بسم الله الرحمن الرحيم أساد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة الحضور الكريم في ظل الأزمات المتلاحقة التي أشهدها العالم أجمع وتأثيرها البالغ على الأمن الغذائي العالمي خاصة في الدول النامية أصبح لزاماً على الدولة المصرية وضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها حيث أنه من المكونات الرئاسية للأمن القومي واعتباراً من عام 2014 تدفرت جهور الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 وهذا ما سيتم تناوله بوسطة السيد وزير الزراعة والسيد رئيس الشركة الوطنية للسصراح وزراعة الأراضي الصحراوية فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المشروعات للنهوض بقطاع الزراع والأنشطة المرتبطة به من خلال سيانة الرقعة الزراعية المتاحة ومنع التعدي عليها بل والإصرار على التوسع الأفق بها وفي ذلك الوقت الذي يفقد فيه العالم ملايين الأفدنة سنوياً نتيجة للتصحر والجفاف وتغير المناخ فضلاً عن الفقر المائي الذي بات يواجه الدولة المصرية حيث وصلت الفجوة المائية ما بين المصادر والاحتياجات إلى 21 مليار متر مكاعد مياه سنوياً مما دع القيادة السياسية إلى ما قامت به من توفيل لكل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الرأي لتقليل الفاقد من المياه ورفع كفاءة شبكات الرأي وإعادة تدوين مياه الصرف الزراعي وتبطين الطرع بالإضافة إلى استخدام الأسليب الزراعية والرأي الحديثة فكان القرار بإعادة إحياء مشروع تنمية جنوب الوادي بتشكى وتخطي كل الصعاب التي وجهته من قبل ليتصدر مشروع الدولة في هذا المجال ذلك المشروع الذي طلما عانى من تحدياته جمّة أوقفته ما يزيد عن 20 عاماً كان أبرزها هو ضروري توصول مياه نهر النيل إلى أراضي زيت منصوب أعلى وتربة شديدة للملوحة عبر الحائط من الجرانيت بطول 7 كيلومترات الأمر الذي حس أجهزة الدولة على التكاتف لكي تصابق الزمن في تغلبها على تلك التحديات مع سرعة التنفيذ على مدار الساعة وفقاً لأقصى معدلات الأداء حيث كلفت القوات المسلحة بالإشراق ضمن أجهزة الدولة لاستصلاح وزراعة 430 ألف فدان بجنوب الوادي تشكى الخير وقد تجاوزت التكلفة 180 مليار جنيه حتى الآن وتم تكليف الأهل عند الساعة للقوات المستصلاحة باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها خلال عدد 2 موسم زراعي حيث تم استخدام ما لا يقل عن 8000 طن من المفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي والتمكن من تنفيذ أعمال التسويات وشق الطرع وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية كما تم تنفيذ ما يلزم من بنية أساسية تضمنت مد خطوط الكهرباء وبناء محطات رفع مياه عملاقة لتوصيل شبكات الرئي إلى المنسيب الأقصر ارتفاعا وذلك من خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لهذا المشروع العملاق حيث تم إنشاء 1500 طريق بعروض متغيرة حتى 10 متر وبإجمال أطوال 168 كيلو متر تنفيذ تسويات ل1403 قطعة أرض لزراع عبر الرأي المحوري بمساحة 140 ألف فدان شق الطرع بإجمال أطوال 135 كيلو متر بعروض متغيرة حتى 39 متر بإجمال كميات حفر 40 مليون متر مكعب هذا بالإضافة إلى إنشاء 109 عمل صناعي كما تم تنفيذ شبكة الكهرباء لخدمة المشروع بالكامل كالآتي تركيب حوالي 38 ألف عمود جهد متوسط وما يزيد عن 6500 طن موصلات مد كبلات الجهد المتوسط والمنقفض بإجمال 1500 كيلو متر كبلات تركيب 11 موزع جهد متوسط بقدرة حتى 25 ميجا فولت أمبير و330 لوحة ربط حلقي بالإضافة إلى 700 محول وكوشك كهرباء لخدمة المشروع فضلا عن إنشاء عدد 2 محطة رفع مياه عملاقة رئيسية تضم 22 مجموعة رفع بإجمال طاقات 11 مليون و300 ألف متر مكعب يوم و132 محطة فرعية ومساعدة تضم 579 مجموعة رفع للمنسوب يصل حتى 85 متر وتصرف حتى 652 لتر سنية وتركيب مواسير بأقطار حتى 1400 ملي متر بإجمال أطوال 1650 كيلو متر ولإستكمال تحقيق الهدف المنشود للمشروع جاري دراسة البدء في تقطيط المرحلة الثالثة من المشروع بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة بغرض إضافة مساحة من 40 ل60 ألف فدان خلال الموسم الزراعي 2025 وتبقى لنتائج الدراسة الجارية وذلك من خلال تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المياه والكهرباء والطرق اللازمة للمرحلة واستكمالا لتحقيق رؤية الدولة الشاملة للتنمية في مختلف المجالات فقد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على تنفيذ شبكة الطرق قومية حديثة وتطوير شبكة الطرق الحالية لتحقق نقلة نوعية ومد جسور التنمية إلى قلب الصعيد لتعزيز الاستفادة من السروات بإجمال أطوار 6600 كيلو متر وتكلفة مالية تجاوزة 220 مليار جنيه منهم 50 مليار جنيه لصالح تنفيذ 22 محور أعلى النيل ربط القطاع الغربي بالشرقي لنهر النيل وتحقيق التنمية المتكملة هنا يا فندم واضح باللون الأحمر ما تم إنجازه ما تم تتاحه وباللون الأصفر ما جار يا فندم أما يا فندم بالأربع محاور اللي احنا حنتكلم فيه من نهاردة وحنفتحه من نهاردة اللي هم مميزين باللون الأبيض وده يا فندم بإجمال أطوار الأربع محاور واحد وتسعين وسبعة من عشرة كيلو متر بتكلفة 24 مليار جنيه منهم يا فندم اتنين وسبعة من عشرة مليار جنيه تعوضات عادلة لعدد ألفين تلاتة وخمسين مواطني فندم حيث تولت القوات المسلحة بالتنصيخ مع أجهزة الدولة المعنية مسؤولية تنفيذ العديد من مشروعات الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية وفي مقدمتها محافظات صعيدة مصر بهدر ففع المعاناة على المواطنين من أبناء الجنوب وتسيلا للحركة المنورية وخلق مناطق تنموية جديدة ومنها ما نحن بصدد فتاحه اليوم محور شرق العوينات الدخل الفرفلة يهدف المحور إلى فتح أفاق جديدة لتنمية الزراعية والصناعية بصعيدة مصر وتسيلا لحركة النقل والربط بين مدن محافظة الوادي الجديد نظرا لما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية أعادت إليها الحياة المحور يعد شريانا يربط بين شمال وجنوب الوادي محور الدكتور هشام عرفات يعتبر المحور شريانا رئيسيا يربط بين محافظات القاهرة وبنيسويف والمينيا لخدمة أبناء الوجه القبلي وتسهيل الحركة التجارية ونقل البضائع وقد تم تطوير المحور بإضافة اتنين حارة خرصانية كطريق خدمة ليتناسب مع الحملات الكبيرة لعربية النقل السقيل ولتقليل المسافات بين محاور النيل يتكون بحد أقصى 25 كم وربط طفطي النيل شرقا وغربا وتسهيل حرقة البضائع والأفراد تم تنفيذ أربعة محاور أعلى نهر النيل بمحافظات السعيد تم خللها تنفيذ فتحات ملاحية بعروض وارتفاعات تسمح بسهولة حركة الملاحة النيلية في الاتجاهين محاور لواء أركان حرب سمير فرج يربط المحاور بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق أسوان الغربي حيث يساهم في خدمة الحركة السياحية من مطار الأقصر الدولي شرق النيل إلى المناطق الأسرية بالبر الغربي محاور الدكتور محمد سيد طنطاوي يربط المحاور بين الطريق الزراعي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ودعم المشروعات الاستثمارية وربط محافظة دايقنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة محاور الدكتور جمال حمدان يربط المحاور بين طريقي أسوان الزراع الغربي وأسوان الزراع الشرقي وقد تم تنفيذه لخدمة أهالي محافظة سهاج وأخيرا محور الشيخ محمد صديق المنشاوي المحور يربط طريق الصعيد الغربي الجديد بالشرق القديم لتسهيل حرقة انتقال المواطنين وخدمة المشروعات التنوية والمجتمعات العمرانية الجديدة سيادة الرئيس اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة الذين كانوا ومزالوا نعمة العام كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر واللا محدود خلال تنفيذ كافة المشروعات التي كلفت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأتوجه بالشكر للمكاتب السشرية والهندسية والشركات الوطنية التي سهامت في تنفيذ تلك المشروعات بموصفات فنية وجودة عالية وأنني إذا أتقدم بالشكر والتقدير إلى زملائي وأبنائي من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأسجل أمام سيادتكم ومن قلب هذا الحدث الكبير أنهم كانوا دائماً مثالاً للتجرد والنزاهة والشرف في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها رافعين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح سيادة الرئيس الحضور الكريم إن الأوطان لا تبنى بالأمنيات ولا بحسن النواية إنما تبنى بصواعد أبنائها وتضحيات شعوبها فكان العمل هو الطريق نحو بناء جمهورياتنا الجديدة وهو الأساس الذي أرسلتمه سيادكم منذ اللحظات الأولى ليحتل وطننا الغالي مكانته اللائقة بين الأمم سيادة الرئيس معاهد الله ونعاهد سياداتكم على بزل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التنمية لوطننا الحبيب وأننا عزمون كل العزب على المضي قدما في معركة البناء والتنمية وتحقيق الإنجاز يعقوب الإنجاز في كافة ربوع الوطن بأعلى جودة وأقل تكلفة وبأسرع وقت عاشت مصرنا حرة أبية قوية بين الأمم وعاشت قوتها المسلحة الباسلة ترجمة نانسي قنقر